اشتركوا في القناة وأن الجيش العراقي لن يسمح ببقاء أي قوى طامعة في بلاده الجزائر تؤكد أن لا مواطنين لديها في صفوف داعش بسبب قوانين محاربة الإرهاب الموجودة في البلاد أهلا بكم أعلن الرئيس الوزراء العراقي النصر رسميا على تنظيم داعش في مدينة الموصل وفي كلمة له قال العبادي أن العراقيين أفشلوا كل المخططات لتفريقهم وأنهوا دولة داعش نريد تعود موصلنا الألم بالروح جيشوا يا شعب للموت لبينا ما ينسوك ولدي الملحة ما يخلوك ننهحنا العدو لو زاد تحصينا ترجعني نوى شما طال بينا الحال وحق الله ترجع كل روابين وحق الله ترجع كل روابين بتضحيات العراقيين من كل المحافظات نعلن النصر المؤذر لجميع العراق وللعراقيين هذا العيد الكبير الذي توج انتصارات المقاتلين وانتصارات العراقيين على مدى ثلاث سنوات أيها العراقيون الغيارة يا ابناء الرافدين أيها المقاتلون الشجعان الذين أوفوا بعهدهم بوحدتنا وبصفنا الموحد قاتلنا الدواعش على مدى هذه السنين وحققنا هذه الانتصارات واستطعنا بجهودكم وبتضحياتكم وبدمائكم أن نفشل جميع مخططات تفريق العراقيين وشعب العراق وأراضي العراق والعراق اليوم أكثر وحدة وأكثر اجتماعا مما كان عليه أيها العراقيون انتصارنا اليوم هو انتصار على الظلام وانتصار على الوحشية والإرهاب وأعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل ثلاثة سنوات أشهد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بدور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والمرجع الديني السيد علي السستاني سليماني وفي كلمة ألقاها بتهران شدد على أن النصر الذي تحقق في الموصل هو نصر للعالم وأن العالم كله مدين للعراقيين والسوريين في محاربة الإرهاب الحجد الشعبي اليوم أقوى من كل جيوش المنطقة وسطر ملاحم لن تنسى في محاربة الإرهاب وهو شجرة طيبة كبيرة بالنسبة إلى الشعب العراقي والجيش العراقي جيش قوي ويمكن الوثوق به للدفاع عن سيادة العراق أمام أي تهريدات وولن يسمح ببقاء أي قوى ذات أطماع في العراق إن إنهاء سيطرة داعش إنجاز كبير يحتاج إلى سنوات من التحليل وهناك قوى معادية بينها الولايات المتحدة أسست الإرهاب وأطلقت من كانوا في السجون سليماني قال أن الحجد الشعبي أقوى من كل جيوش المنطقة وسطر ملاحمة لن تنسى في محاربة الإرهاب وأشهد قائد فيلق القدس بالجيش العراقي مشددا على ثقة في قدرته على الدفاع عن سيادة العراق وأنه لن يسمح ببقاء أي قوى أجنبية ذات مطامع في العراق إيران قدمت أطنانا من الأسلحة إلى العراق وقدمت الشهداء خدمة للشعب العراقي إن النصر اليوم ليس للعراق فحسب إنما هو نصر للعالم كله العالم مدين للشعبين العراقي والسوري في محاربة إرهاب داعش فتاوى آية الله السيد السستاني أنقذت العراق والجميع تحرك على أساسها إنما فعله الشباب العراقي ليس له نظير في التاريخ كما أنه من أهم أسباب الانتصار في العراق دعم حزب الله في لبنان للشعب العراقي الرئيس التركي رجب تايب أردوغان رحب بقرب تحرير مدينة الموصل ودعا إلى منع إجراء استفتاء كردي على استقلال الأقليم عن العراق نحن سعداء جدا بسماعي أن المعركة ضد داعش في العراق تقترب من نهايتها وأن عملية الموصل انتهت ومع ذلك فإن النقطة التي وصلنا إليها مهمة جدا الموصل دمرت من سيعوض الضرر لإعادتها لأهلها مجددا يجب الامتناع عن اتخاذ خطوات أحدية الجانب مثل استفتاء الاستقلال إنهاء وجود منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية سيكون أمرا حاسما في مستقبل البلد كل خطوة من شأنها أن تسبب مشاكل جديدة في العراق البلد الذي لديه مشاكل كافية وفي تونس باركت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية انتصار الموصل وتحريرها من قبضة داعش وأكدت أنه سيعجل في نهايته سميح البغاني تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي انتصار باركته أحزاب ومنظمات تونسية لما يحمل من رسائل مهمة في دحر الإرهاب وانكسار ثقافة الظلام نحن نريد ونتمنى على العراق أن يعود متعافة موحدا وطنا حرا لكل العراقيين من كل سيطرة أجنبية لأن التخلص من داعش مهم ولكن أيضا أن يستعيد العراقيون حريتهم فذلك أيضا دلالة مهمة للمنطقة كلها ودلالة مهمة لشعوب المنطقة ما يجب أن يحصل الآن في العراق بعد تخليص العراق من هؤلاء المجرمين مصالحة وطنية عراقية تكفل لكل الطوائف وجودها داخل الدولة العراقية الموحدة تبعد العراق الشقيق عن الاقتتال الطائفي بأياد داخلية وأياد خارجية انحسار داعش في سوريا وانكساره في العراق إشارة قوية لدى التونسيين على سقوط أجندة الإرهاب ومشاريع تقسيم دول المنطقة تتورات ترى أحزاب تونسية أنها تمثل واقعا جديدا وبداية لمرحلة البناء والإصلاح ظاهر الإرهابية على عكس ما تدعيه لم تخدم أي قضية من قضايا العرب والمسلمين بل هي كانت أكبر ضرر ألحق بالعرب والمسلمين في العالم أجمع فإن شاء الله مبارك للشعب العراقي ومبارك لكل العرب والمسلمين الانتصار الاستراتيجي الكبير والشامل لمعركة الموصل كمعركة تحرير استراتيجي سيكون لها ما بعدها على مستوى السند الاستراتيجي لسوريا وعلى مستوى تصفية الاستعمار ومشروع إسلام الإرهاب الأمريكي الصهيوني والوهابي في المنطقة فيما يتعلق بالمنطقة نحن طلقينا مسألة تحرير الموصل كأننا طلقينا خبر تحرير القدس التقاء مصالح القوى الاستعمارية مع مصالح الجماعات الإرهابية يحتم على الدول العربية وفق مراقبين التنسيق باتجاه مقاومة الإرهاب التكفيري والإرهاب الصهيوني واعتبارهما وجهين لخطر واحد الحرب على الإرهاب معركة واحدة مهما اختلفت رقعتها الجغرافية وسقوط وهم دولة الخلافة في الموصل يحرك مساعي محاربة الإرهاب في تونس وغيرها من الدول التي تجابه مخططات تقويض الاستقرار وأدواتها التكفيرية سميح البغانمي تونس الميادين نريد تعود موصلنا الألم بالروح جيشوا يا الشعب للموت لبينا ما ينسوك ولدي الملحة ما يخلوك ننهحنا العدو لوزات تحصينا ترجعني نوا شما طال بينا الحال وحق الله ترجع كل روابينا وحق الله ترجع كل روابينا بدأ الجيش السوري وحلفوه المرحلة الثانية من عمليات الفجر الكبرى في البادية الشرقية العمليات انطلقت من محور جنوب مطار السين دادا وبحور تل دكوة حيث جرى تحرير سلسلة تلال بين تل دكوة وتل رغيلا وتل ريشة ومناطق واسعة بين سد ريشة وجبل مكحول وجبل سيس في البادية الشرقية أفدت انسيقيات المسلحين في المعارضة السورية بانطلاق حافلات من مخيمات جرابلس تعيد سكان حي الوعار إلى الحي نفسه في حمص بعد عقد مصالحة وتسوية أوضاع نحو مئتي عائلة ويعود ذلك إلى سوء الوضع الخدمي والإغاثي في المخيمات سارعت جبهة النصر إلى الإعلان عن ملاحقتها من سمتها خلايا نائمة لداعش في إدلب عبر عمليات مداهمة واعتقالات في أكثر من مدينة لإعادة تعزيز نفوذها في مواجهة خصومها والاستباق نشر قوات تركية وروسية بموجب اتفاق خفض التصعي ديما نصف أبو أمين قيادي من داعش قتيلا في كمينة مفترض للمصر أدرك خلية للتنظيم قرب إدلب والي داعش في الشمال والمسؤول الشرعي ومئة من عناصر التنظيم في قبضة المصر بعد كمائن مشابهة لخلايا داعش أرتال النصر اقتحمت سرمين وحاصرت الدانا وإدلب المدينتين اللتين تحتفظان بخلايا نائمة أخرى استطعنا كشف إحداك بخلايا الخوارج الأمنية في الشمال المحرر ذلك بعد رصدهم ومتابعتهم المدة سرقت معنا أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا البادية القريبة البوابة التي جاء منها عشرات العناصر من لواء داود والأقصى عبر حواجز النصر إلى المحرقة الإدلبية النصر ترفع جدار داعش لمواجهة خصومها وانتزاع ورقة للتعزيز نفوذها في إدلب قبل نشر قوات روسية وتركية بموجب اتفاق خفض التصعيد مناورة حظ الرأس من المدفعية التركية بحملات مداهمة بذريعة استقصال بقايا داعش قد تقنع تركيا لكنها لم تقنع جمهور النصر والناشطين الذين لم يتوقفوا عن النيل من محاولات النصر البائسة المصري أبو اليقضان نائب أمير جيش حلب سابقا لا يزال فيما تبقى له من منابر قليلة في إدلب بعد هزيمة حلب يحرد على القتال النصر استعانت بجيشا من الشرعيين لسوق برائع لتصفية خصومها بالذين يواصلون الليلة بالنهار في تدريب الشباب وتطوير السلاح وإعداد العدة بفضل الله عز وجل والله لن يرضو عنكم بأنصاف عبودية أبدا علم الجيش الحرب بعد ثلاثة أعوام على معبر باب الهوى أحرار الشام بدلت رأيتها الأخوانية وقررت مواجهة النصر بعد أن أسقطت المظلة التركية عنها أحرار الشام والنصر في سباق على إدلب والرهان التركي المناشير في سماء إدلب تدعو المسلحين إلى التعاون مع الجيش السوري والمصالحة العودة إلى خيار الحرب على المعقل الأخير للنصر لا يزال مطروحا النصر التي هددت أنقرة قبل أيام بالقتال تعيد حساباتها في مواجهة دامية لا تبدي كبيرة حماسة لها إذا ما عبرت الدبابات التركية إلى إدلب وتستبق اكتمال القوة البرية التي تجمعها أنقرة لطردها من المدينة وتحويل إدلب إلى منطقة عازلة بين مناطق فصائلها ومناطق الإدارة الذاتية الكردية الهاجس التركي ديما ناصيف دماشق الميادين أعلن المبعوث الأممي لسوريا ستيفان ديمستورا أنه لا يتوقع حصول اختراقات كبيرة خلال محادثات جناف لكنه لفت إلى أن هناك تطورات مهمة حدثت في أستانا يمكن استغلالها إضافة إلى الاستفادة من الوضع الدولي الحالي موقف ديمستورا جاء خلال مؤتمر سحفي إثر إجرائه لقاء بوفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفرية نحن لا نتوقع اختراقات حدى وانفراجات ما أننا ندعم ذلك لكننا نريد أن نرى تطورات مهمة جدا كما حصل في أستانا ونعمل كثيرا هذه الأيام للحصول على نتائج يمكن استخدامها في الوقت المناسب والحقيقة أن السيناريوهات الإقليمية والدولية يمكن أن تسمح لنا بتنفيذ هذه الأجندات خلال مفاوضات جينيب وزير الخارجي الروسي سرغي لافروف قال أن روسيا والولايات المتحدة والأردن تعتزم إنشاء مركز في عمان لمراقبة الالتزام بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا آملا أن يصهم ذلك في محاربة الإرهاب وفي مدمر صحفي في موسكو لفت لافروف إلى أن التوافق على تفاصيل منطقة تخفيف التصعيد في محافظة إدلب مستمر كما لفت إلى أن التواصل إلى اتفاقية في حمص والغوطة الشرقية بريف دمشق أصبح قريبا فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذه النشرة من جديد أهلا بكم بدأت في دار البيضاء محاكمة تحت قادة حركة الاحتجاج في شمال المغرب ناصر الزفزافي الزفزافي يمثل أو يمثل أمام المحكمة بتهمة مقاطعته خطبة إمام مدينة الحسيمة وأجهت إليه عدة تهم بينها الإساءة إلى الأمن الداخلي وكانت مدينة الحسيمة وبلدة أمزرين المجاورة قد شهدتا على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات شبه يومية شارك في بعضها ألاف المطالبين بالتنمية في منطقة الريف أكد وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل عدم انخراط جزائريين في صفوف داعش وفي ورشة دولية بشأن دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة الإرهاب أسامة عبدالنور هي رابع ورشة دولية تنظمها الجزائر تحت شعار تقاسم التجارب باب النقاش فتح على مختلف أبعاد المصالحة الوطنية في الجزائري التي أعقبت عشر سنوات من الإرهاب والعنف الورشة استعرضت كيف استطاع الجزائريون التسابحة وإعادة إدماج تائبين في المجتمع وكيف أدى هؤلاء دورا فعالا في صد الشباب عن طريق منحرف وإنقاذهم من شباك داعش ما فيه جزائريين في داعش يعني ولا يعني ما يطبع لهم مقال هذا رجع إلى سياسة قامت بها الجزائر منذ تسعة وتسعين إلى يومنا هذا مثلا يعني المصالحة كان فيها يعني أغلا قانون الوئام الوطني ومبعد جالي استفتاح حول مشروع المصالحة الوطنية الورشة جزء من سلسلة لقاءات بادرت إليها الجزائر منذ سنتين وتدخل في سياق التعريف بمقاربتها الأمنية وتحليلها من عدة جوانب مقاربة ترسخ ثوابت الدبلوماسية الجزائرية القائمة على نبض تدخل العسكري وانتهاج سبيل الحوار لحل نزاعات للجزائر تجربة مريرة في العشرية السوداء وأصبح لديها خبرة مهمة في محاربة الإرهاب تتقاسمها مع المجتمع الدولي خصوصا في النزاع في الساحل ومالي وليبيا وسوريا والعراق لكل أزمة خصوصيتها لكن يمكن الاستفادة من التجربة الجزائرية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبناه الجزائريون بأغلبية ساحقة فأصبح منهاجا تربويا واجتماعيا ومرجعا يجمع الطبقة السياسية المحاولة المتعلقة في المصالحة هي في الأساس عملية سياسية لترتيب البيت الجزائري ومضحة للعمل الإرهابي وبالتالي ضبط الآلاقات الجزائر مع الدول الأخرى ورشة المصالحة الوطنية تمهد بحسب خبراء الطريقة نحو ملتقا دولي كبير للتسامح ونمذ العنف والإرهابي تحتضنه العاصمة الجزائر جنبت المصالحة الوطنية الجزائر شبح التقسيمي الذي كان يهددها بعد عشرية من العنف والدمع تجربة تسعى الجزائر اليوم إلى ترسيخها ومشاركتها مع دول جارة وشقيقة في مسعى دؤوب لمكافحة ظاهرة انتشار الإرهاب سمع عبد النور العاصمة الجزائرية الميادين وحول هذا الموضوع معنا من العاصمة الجزائرية مسشار وزير الشباب الدكتور مهماه بوزيان أهلا وسهلا بك معنا دكتور إذن لا جزائريين في صفوف داعش لماذا وما هي الأساليب التي تبعتها الجزائر تحديدا في قوانينها لمكافحة الإرهاب شكرا لكم وشكرا لكل متتبعين ومشاهدين الأكارم على طول العالم الإسلامي وفي العالم قاطبة وحقيقة لعل ما أشار إليه معالي وزير الخارجية الجزائري أنه لا يوجد أي جزائري في صفوف داعش وأسبحي لي بداية أن أنبه إلى شيء مهم جدا أنه إنعقاد هذه الورشة الدولية بالعاصمة الجزائرية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما يتزامن مع سقوط واحدة من آخر معاقل الدولة المزعومة دولة داعش ولعل هذا ما يعطي مؤشر هام جدا للتجربة الجزائرية الرائدة التي من خلالها الآن نشهد تهاوي قلاع هذا الفكرة الضال ولعل عدم وجود أي فرض جزائري ضمن صفوف هذا الكيان المزعوم هذا الكيام الظالم للإنسانية والظالم للإسلام الدين الحنيف يعود إلى تجربة رائدة لكن في نفس الوقت هي تجربة دولة وتجربة أمة وتجربة مجتمع كانت غالية كانت فيها الكثير من الدماء والكثير من الدموع والكثير من الضحايا وما أصطلح عليه بالجزائر بالمأساة الوطنية لكن انطلاقا من أول مبادرة وهي مبادرة اليد الممدودة ثم جاء قانون الوئام الوطني وقانون الرحمة انتهاءا بالمصالحة الوطنية التي من خلالها استطعنا أن نؤسس إلى نهج جديد وإلى مقاربة رائدة ليس فقط على مستوى العالم الإسلامي إنما على مستوى العالم أن أول شيء أن الهدف الأساسي أنه ينبغي حماية الدولة وثاني شيء ينبغي الحفاظ على المجتمع وتماسكه والحفاظ على الأرواح كقيمة إنسانية غالية وتحييد خاصة الأفكار القيمية المجيدة كأفكار الدين الإسلامي الحنيف عن الصراعات السياسية لأنه قد نختلف سياسيا وقد لا نتفق سياسيا لكنه في النهاية ينبغي أن نجلس مع بعضنا البعض وينبغي أن نصل إلى الفضاء العيش المشترك لذلك نحن الآن نعتبر المصالحة الوطنية هي إطار للعيش المشترك وهو ما ولد إلينا كل هذا الزخم أول شيء من خلال حماية شبابنا نحو الإنخراط مجدداً في أي تحرك ظال وأيضاً كذلك تجميع الجهد الوطني نحو بناء الدولة وتطور المجتمع وخدمة حتى على مستوى الجانب الإقليمي وحتى على مستوى العالم الإسلامي والعالم كقاطبة لذلك تأتي هذه الورشة لتقدم التجربة الجزائرية في أزهى صورها وفي صورة ناصعة أنه رغم كل المأساة فإنه في النهاية أبناء الوطن الواحد وأبناء الانتماء الواحد أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وحتى مهما اختلفنا فإنه في النهاية هناك حدود لا ينبغي أن يتجاوزها أي أحد منا خاصة أنه عدم رفع السلاح في وجه الدولة الدولة لأنه الآن لشهد الكثير من تجارب المريرة هذا ربما المصالحة ربما تكون على الصعيد داخل اليوم هناك مع تفكك هذا التنظيم داعش وغير من التنظيمات الإرهابية واحتمال عودة كل من شارك مع هذه التنظيمات تحديدا إلى المغرب العربي اليوم أيضا بماذا تقوم الجزائر لتحصين البلد ممن سيعودون من بؤار التوتر نحن الآن لسنا متخوفين من عودة هذه العناصر أول شيء كما قلنا لأنه الآن الجزائر لا يوجد أي فرد من الشعب الجزائري ينتمي إلى هذا التنظيم الظالم لكن إمكانية امتداده على مستوى الشمال الإفريقي مثلا خاصة أين هناك ضعف في تواجد وسيطرة الدولة لأنه للأسف نقول أنه الآن ليبيا الدولة الشقيقة نتكلم أيضا على مالي نتكلم أيضا على العديد من الفضاءات الجغرافية التي للأسف نقول أنه نتيجة لعدم الاستماع مسبقا إلى كل الخلاصات التي تقدمت بها الجزائر في المحافل الدولية ولعل حتى أن التجربة الجزائرية تم الإشادة إليها لكن حقيقة لم نرى من قبل خاصة القوى العظمى وخاصة من قبل الدول المؤثرة في الفضاءات الجغرافية والإستراتيجية حقيقة إنفاذ التجربة الجزائرية وإلا ما وصلنا إلى حالة ليبيا ولما وصلنا إلى حالة سوريا الدولة العظيمة التي جرى الآن إضعافها من قبل قوى الشر وقوى الظلام تحت شعار هذه الدولة المزعومة داعش لذلك نحن نتحدث على مستوى الجزائر هناك العديد من التضابير التي تم اتخاذها لأنه لما نتحدث عن المصالحة المصالحة ليس فقط هو الجلوس على طاولة الحوار هو هناك الكثير من الأعمال التي تم القيام بها على المستوى القانوني على الخصوص على المستوى الاجتماعي لذلك ينبغي أن نؤكد في هذا المقام أن ما قامت به الجزائر يمكن نعتبره سابقا حتى على مستوى أكثر الدول تطورا على مستوى القانون الإنساني لأنه هناك لدينا إطار وهو التكفل بضحايا المؤساة الوطنية الآن لا نفرق بين من كان يدافع عن الدولة وبين من كان يستهدف الدولة الجميع استفاد من تضابير المصالحة الوطنية والإدماج الاجتماعي والإدماج المهني ولذلك نحن نعتبر هذه هي الأسس التي تحمي البلد لكن الآن نحن في مرحلة أخرى نحن نجمع الشركاء على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي حتى نستطيع حقيقة أن نصل إلى توافق بغية حماية كل الشكر لك خاصة كل منات أعذرنا لديق الوقت وصلت الفكرة دكتور مهماهبو زيان مستشار وزير الشباب كنت معنا مباشرة من الجزائر تذكير بالعنوين العباد يعلن رسميا النصر على داعش في الموصل وأنهام خططات تفريق العراقيين سليماني يشيد بدور العباد ويؤكد شرعية الحجر الشعبي وأن الجيش العراقي لن يسمح ببقاء أي قوى طامعة في بلاده والجزائر تؤكد أن لا مواطنين لديها في صفوف داعش بسبب قوانين محاربة الإرهاب الموجودة في البلاد الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء